حاجة من حاجات الإيجابية اللي بتعملها الحكومة في الفترة الأخيرة مش بس بتعملها لكن بتحرص عليها باستمرار اسمحولي أنا شايفة من وجهة نظري المتوضعة إنها من الأمور الكويسة جدا 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 ليه؟ لأن الحاجة اللي بتعملها دي ولي هتكلم عليها دلوقتي هي ردها على ما يروج من شائعات في البلد الحكومة الفترة دي مش بتسيب أي كلمة بتتردد أو بتتقال إلا وبيكون عليها رد ده بيفند أي كلام ممكن يحصل طيب هتقولولي ليه؟ لأن عايزيني نعرف حاجة إن الشائعات اللي بتطلق من فترة للتانية دي بيكون هدفها إيه؟ هدفها إثارة وبلبلة في الدولة كتير من حضراتكم ممكن يقولي طيب وليه الحكومة أصلا ترد على الشائعات دي ممكن تتجهلها تسيبها كده كده ومش هيحصل حاجة لأ خلينا أقول إن في الحالة دي لازم يكون في رد والرد ما يكونش مجرد كلام مرثل لكن يكون موثق بأدلة وبراهين مش بقول كلام وخلاص علشان عدم الرد وترك الأمور كده بيخلي البعض ممكن نقول مثلا يصدقها أو على أل يرددها وينشرها ده ممكن يعمل إيه؟ لأ ممكن يعمل حياة كتير أولها أن يخسر الدولة كتير جدا يعني مثلا عايز أقول لحضراتكم إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد 11 شائعة انتشرت فيه التسع أيام اللي فاتوا تسعة أيام ب11 شائعة منها حاجات كانت خطيرة جدا جدا زي مثلا ترديد أنباء عن تخفيض وزارة المالية لمخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019-2020 بعد اعتمادها رسميا على طول تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية اللي نفت الأنباء دي تماما وعدم صحتها مطلقا وكننا شايفين في الفترة الحالية قد إيه الدولة أصلا مهتمة بالصحة والتعليم فهل يبقى معقول إنها وهي مهتمة بالصحة والتعليم تخفض مخصصاتها في الموازنة؟ كلام غير منطقي بالموازنة